للسنة الثالثة على التوالي تعم الأضربات والإحتجاجات الجامعة اللبنانية فيما المعنيون منشغلون عنها قرابة الثمانين ألف طالب تحتضنهم الجامعة الرسمية هم أمام مصير مجهول إذ لم يتمكنوا من إنهاء عامهم الدراسي الماضي بفعل إضراب أساتذة الجامعة فضلا عن تفاقم الأزمة الاقتصادية التي ستكبدهم نفقات باهضة في حال انعقاد العام الدراسي المقبل حضوريا كنا قبل ندفع أجار طريق 12 ألف وندفع للفوية 150 أو 250 ألف هلأ قصدنا ندفع أجار طريق من 170 إلى 200 وهلأ صارت كل أجارات لفوية بالدولار في عدد كبير من الطلاب في الجامعة اللبنانية ساكنين برات بيروت إذا بدون ينزلوا كل يوم لهون أقل شيء بالنهار بدون ينفعوا 300 ألف وإذا بدون يسكنوا هون ببيروت بدون يكون في عندهم أجار سكن مش أقل من 8 مليون مع التكاليف البيعي مع كماي وكهرباء رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون وقع مرسوما يقضي بتأمين اعتمادات إضافية لتغطية المساعدة الاجتماعية للعاملين في الجامعة اللبنانية إلا أن هذا المبلغ على أهميته في هذا الظرف الاقتصادي الصعب قد لا يكون كافيا لحل أزامات لا متناهية تعانيها الجامعة اللبنانية اليوم التعليم الحضوري مرتبط بتأمين الأموال جزء منه بيعني بالطالب لنقله تسهيل نقله على المجمعات وعلى المباين الجامعية جزء بيعني بالأساسي والمدربين دعمهم صيامة الأشياء الأساسية تأمين المزوط للموالدات الأشياء التشغيلية وعليه لا تقتصر المشكلة على رواتب الأساتذة فحسب بل تتمثل بواقع مزر يعيشه الأساتذة والطلاب معا من جراء أزمة مالية وضعت مصير جيل بأكمله والجامعة على المحك ما يتطلب خطة تربوية مالية سريعة لإنقاذها تعيش الجامعة اللبنانية حالة عجز غير مسبقة فالموازنة تكاد لا تكفي لأدنى التجهيزات التي تضمن عودة الطلاب للتعليم الحضوري وتعاول إدارة الجامعة على مساعدات دولية مع عجز السلطات اللبنانية عن إيجاد الحلول فرح عمر بيروت الميادين